موسيقى ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن تواصل المفاوضات بين الأحزاب المختلفة لتشكيل حكومة بديلة للنيتنياهو وذلك رغم الإعلان عن عدة عقبات تواجه تشكيلة هذه الحكومة ونقلت مصادر إسرائيلية عن إحراز تقدم في المحادثات وتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل المنضوية تحت الإئتلاف الحكومي الجديد فيما يسعى كل من لابيد وبينت إلى استكمال المفاوضات مع باقي الأحزاب والتوقيع على اتفاقيات الإئتلاف الحكومي قبل انقضاء مهلة تكليف لابيد بتشكيل حكومة بعد أقل من يوم هذا وذكرت مصادر إسرائيلية عن حل خلافات على حقيبة الزراعة بين غانس وليبرمن فيما حصلت إيلتشاكيد على رئاسة لجنة القضاء في الكنيست ويتوقع أن تستمر المفاوضات طوال ليلة الثلاثاء الأربعاء في سباق مع الزمن لإنجاز تشكيل حكومة بديلة لنيتنياهو ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن واشنطن استدعت بسرعة وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس لإجراء محادثات وذلك على ضوء تصريحات نيتنياهو الأخيرة التي قال فيها إن إذا كان على إسرائيل أن تختار بين التصادم مع الصديقة الكبرى الولايات المتحدة والقضاء على التهديد الإيراني فإن القضاء على التهديد الإيراني الوجودي يتغلب وأكد نيتنياهو في كلمة له أن التهديد الوجودي الذي يتمثل بمحاولات إيران بالتسلح نوويا هو أكبر تهديد لإسرائيل مضيفا أن على إسرائيل أن تفعل كل شيء لتضمن أن لا تتسلح إيران نفسها تحت أي ظرف بالنووي على حد تعبيره هذا ووجه وزير الأمن بني جانس انتقادا لنتنياهو حول تصريحاته قائلا إن الولايات المتحدة كانت وستظل الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على تفوقها الأمني في المنطقة مضيفا أن الخلافات تحل في حوار مباشر في الغرف المغلقة وليس في حوار متحد يمكن أن يضر بأمن إسرائيل على حد تعبيره ومن المتوقع أن يسافر جانس هذا الأسبوع في زيارة قصيرة لوزارة الأمن الأمريكية إذ سيناقش مع نظرائه الملف الإيراني والعدوان الأخير على غزة وقضايا إقليمية أخرى رد الرئيس الإسرائيلي رويذن ريفلين على توجهات حزب الليكود حول منع لبيد من تشكيل حكومة يرأسها بينت في الفترة الأولى من التناوب بحجة أن لبيد من تم تكليفه بتشكيل الحكومة وقالت المستشارة القضائية في بيت الرئيس رويذن ريفلين في ردها إن النائب الذي كلف بتشكيل الحكومة يستطيع أن يكون رئيس الحكومة البديل في الفترة الأولى من تلك الحكومة وذلك حسب بند 13 ألف من قانون أساس الحكومة مؤكدة أنها وضحت هذه النقطة في محادثة سابقة مطلع الشهر الجاري وقالت المستشارة القضائية إنه فعلا على النائب الذي يبلغ من رئيس الدولة بنجاحه بتركيب الحكومة الإعلان عن تركيبة الكتل التي تشكل هذه الحكومة وإذا كان الحديث يدور حول حكومة تناوب وتركيبة رئاسة تلك الحكومة وكان حزب الليكود قد توجه للمستشار القضائي لرئيس الدولة وللمستشار القضائي للكنيست في طلب بإلزامياء لبيد بالتقيد بعدة شروط لتشكيل الحكومة مدعينا في الحزب أن على لبيد التوضيح أي حكومة تمكن من تشكيلها مضيفين أنه لا صلاحية للبيد حسب قانون أساس الحكومة الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة بنت بعد أن حصل هو على التكليف قالت تقارير صحفية أنه في الوقت الذي يصارع فيه زعيم حزب الليكود بن يمين نيتنياهو لمنع تشكيل حكومة ليست برئاسته فإن عينه تتجه إلى تحركات داخل حزبه للانقلاب عليه وخسارة الأغلبية داخل حزب الليكود وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نيتنياهو يعمل على منع منافسيه من تنظيم أنفسهم بهدف الترشح لرئاسة الحزب بدلا من نيتنياهو وذلك من خلال توجه شخصيات لمهاجمتهم من خلال وسائل الإعلام ويأتي ذلك بعد الكشف عن وجود جهات في الليكود بدأت ترى بنتنياهو عبءا على الحزب وبسببه سيبتعد الحزب عن رئاسة الحكومة في حال تم تشكيل حكومة بنت لبيد هذا ويجري الحديث عن ثلاث شخصيات معنية بالمنافسة على رئاسة الليكود وهم وزير البالية يزراء الكاتس الذي له امتداد كبير في كوادر الحزب وقواعده والنائب نير باركات الذي كان رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وأيضا وزير الصحة الحالي يوليد لشتن الذي يعد الأضعف من بين الثلاثة قرر رئيس الكنيسة ياريف لفين السماحة بطرح مشاريع قوانين خاصة الأربعاء في الهيئة العامة لكن مع مواصلة منعه لسلسلة من مشاريع القوانين التي قد تضر برئيس الحكومة بن يمين نيتنياهو ومن بين مشاريع القوانين التي تسعى اللجنة المنظمة لطرحها قانون إقامة لجنة تحقيق حكومية في كارثة ميرون وقانون يحد من فترة ولاية رئيس الوزراء والقوانين التي تسعى إلى منع متهم جنائي من تشكيل الحكومة يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي أبلغت رئاسة الكنيسة بتوجيه من لفين أنه لن يكون من الممكن طرح مشاريع القوانين الخاصة للتصويت يوم الأربعاء بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ذات اليوم إلا أنها قررت طرح بعض مشاريع القوانين الأخرى زعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير حانا أن دعوة عضو بلدية اللد عن حزب البيت اليهودي عمي حاي لينجفلد ليهود مسلحين بالقدوم إلى المدينة هي دعوة شرعية وذلك ردا على رسالة أرسلها النائب عن القائمة المشتركة عوفر كسيف وحذر كسيف في رسالته من أن دعوة واضحة لأشخاص مسلحين أن يأخذ القانون إلى أيديهم واستخدام سلاح ناري تحت رعاية رئيس بلدية اللد الذي وقف إلى جانب المحرض ومن دون تدخل فوري من وزارة الأمن الداخلي لوقف هذا التحريض الأرعن لاستهداف الأرواح قد تحدث كارثة كبيرة وكان عضو في بلدية اللد قد دعا في وقت سابق اليهود المسلحين إلى الحضور إلى اللد بزعم حماية السكان فيما أعلنت وسائل الإعلام من إسرائيلية أن رئيس البلدية أعرب عن دعمه لعضو البلدية وتصريحاته رغم تحذيراته المستمرة من أن يأخذ المواطنون القانون إلى أيديهم هكذا يبدو الحال في حي وادي النسناسي في حيفا حركة تجارية شبه معدومة وعزوف للزبائن من المجتمع اليهودي عن القدوم إلى الحي العربي والتجار هنا يتحدثون عن هبوط مدخولاتهم بنسبة سبعين بالمئة بصراحة الوضع جدا صعب بدون ستناء على الكل فعلا أنه في الهبوط الانحضار بالمدخولات عند جميع التجار هبوط حاد وقوي إيانا دايما انت شايفنا خالتي إيانا قاعدين شايفنا دايما انت شايف ما أجيت من فوق صوري شو لقيت في الوالي مين لقيت حرب اقتصادية تشنها جمعيات صهيونية متطرفة تدعو المواطنين اليهود إلى مقاطعة المصالح العربية وعدم الشراء منها كعقاب جماعي للمجتمع العربي الذي خرج لدفاع عن حقوقه ومقدساته وهبى ضد الظلم والعنصرية ويوجه تجار الحي نداءاتهم للمواطنين العرب في حيفا وخارجها للوقوف معهم ومؤازرتهم خلال هذه المحنة وأن يتحول مبدأ التكافل الاجتماعي إلى ثقافة تمتد طيلة أيام السنة وليس فقط أثناء الأزمات فينا بحيفا حوالي 8-10 تلاف بيت رب أسرة إذا كل رب أسرة بيحط بوادي مسناس أو عند المحلات العربية بحيفا 500 شكل بالشهر لمرة واحدة شهرية على مدار سني صاروا 6 تلاف شكل على مدار على ضرب عدد البيوت عندك 60 مليون شكل ممكن عرب حيفا يدفع هون بوادي الناس والمنطقة رغم توقف القصف الإسرائيلي على غزة إلا أن الحرب على الوجود العربي في البلاد لا تزال مستمرة فلم تتوقف المضايقات والاعتداءات على المواطنين العرب وما زالوا يتعرضون للفصل من أماكن عملهم وتستمر الدعوات بمقاطعة مصالحهم نهيك عن حملة الاعتقالات المسعورة كلها محاولات تسعى للانتقام من المواطنين العرب وتطوعهم لكنها ستبوء بالفشل في حال توحد المجتمع العربي على قلب رجل واحد واستمر في التكاتف من أجل تحقيق غايته بالعيش في وطنه بعز وكرامة شنت عناصر من الشرطة فجر وصباح الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في بلدتي كفر كنة والطيبة طالت أربعة وثلاثين شاباً تخلى لها تحويل ثمانية وعشرين شاباً للتحقيق قبل عرضهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم هذا وأظهرت صور عدة آفار عنف على بعض المعتقلين كما وشهدت عدة بلدات منها عرعرى وعارى حملة مدهمات واعتقالات في الوقت الذي تم الإفراج فيه عن معتقلين من شفا عمر وعبلين وبئر المكسور بشروط مقيدة يشار إلى أن الاعتقالات التي تنفذها الشرطة ضمن ما يسمى حملة تطبيق القانون في البلدات العربية تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي فيما أفادت الهيئة العربية للطوارئ أنها رصدت نحو ألفي حالة اعتقال حتى الآن في جميع أنحاء البلاد وداخل المدارس الابتدائية يصوت اليوم أكثر من ثلاثين ألف معلم ومعلمة من المجتمع العربي لانتخابات نقابة المعلمين الهستدروت والتي تجري انتخابتها مرة كل أربع سنوات تخض هذه الانتخابات قائمتين عربيتين إحدها تضم المعلمين والمعلمات والمستقلين والأخرى تضم المفتشين والمدراء والطواقم الإدارية في محاولة لتمثيل العاملين العرب بالرغم من العقبات التي تواجه هذه الانتخابات أهمية المشاركة تنبع من أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المعلمين بشكل عام نقابة المعلمين هي في منطق العمل النقابي هي الدرع الواقي للمعلم أمام المشغل ابتبعوا اللي في هذه الحالة هي وزارة المعارف وهي بكثير من الأحيان تكون أكثر من درع تكون السيف الذي يقي المعلم أمام المشغل ابتبعوا بمعنى تحصيل الحقوق تحصيل الحقوق أحيانا تحتاج إلى سيف بالمفهوم الرسمي أن نتابع القضايا وأن نحق الحق لكل ذي حق في نقابة المعلمين ومن هيئة المعلمين طبعا علينا قبل كل شيء بأن نعرف أن لا حق يضيع وراءه مطالب علينا أن نطالب بحقوقنا وعلينا بأن نعرف أن هناك حقوق للمعلم العربي تختلف عن حقوق أي معلم آخر لأن معاناة المعلم العربي داخل الصف التعليمي تختلف الصفوف التعليمية، الاكتضاضات داخل الصفوف مكانة المعلم، يعني لا بد من أخذ بعين الاعتبار أن الأفق الجديد الذي تم وضعه قبل سنوات عديدة هو بحاجة إلى تجديد أمور المتقاعدين الخروج للتقاعد، طبعا يعاني المعلم كثيرا حتى يستطيع الخروج للتقاعد يعاني المعلم كثيرا حتى يدخل إلى هذه المؤسسة ويعاني عندما يريد أن يخرج من هذه المؤسسة يشكل جمهور المعلمين والمعلمات ما يقارب الخمس عشرة بالمئة من مجمل أصحاب حق الاقتراع وتأتي هذه الانتخابات بعد فترة كورونا العصيبة التي مرت على جهاز التربية والتعليم وللمعلمين العرب حصة من مخلفات هذه الفترة اليوم صار في عنا أكتر إدراك، صار عنا أكتر وعي المعلم صار يدور على حقوقه أكتر صار يدور على شغلات اللي هي بالفعل تسنده فالمعلم هو اليوم كثير واعي واليوم كثير يعني عنده نظرة لقدام أكتر وهي الانتخابات بالفعل هاي المراحسينة كثير قداش المعلم صار في عنده إدراك، صار في عنده وعي واحد من هاي المطالب فيش أبسط منها حقوق حقوق أساسي اتفاقيات الأجور اتفاقيات الأجور مضى على انتهاءها مدة طويلة إجا الوقت إنه المعلم يحصل على اتفاقيات أجور طليق فيه وبعمله كلنا مننكرش إنه المعلم عم بتعب كثير وإجا الوقت إنه حدا يتلفت للمعلم وشوف شو هاي المطالب وين ممكن توصل المعلم من خلال الرسالة اللي بيأديها ما يبحث عنه المعلمون والمعلمات هو إطار يرى بحقوقهم أولوية في ظل إهمال مطالبهم من قبل جهاز التربية والتعليم على حد تعبيرهم وهم اليوم يأملون أن يحصلوا على تمثيل يؤثر في هذه الانتخابات على المدى البعيد الأول من حزيران تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا العام الماضي ليتم اليوم رفع القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها الجائحة حيث خلف الفيروس الكثير من الأضرار التي لحقت بحياة المواطنين اجتماعيا واقتصاديا للأسف سنة ونصف من الكورونا بعد المعاناة السعبة على الصغير قبل الكبير وعلى الست قبل الزلمة الحمد لله ألف الحمد لله أنه إحنا طلعنا قيود الكورونا التغت أول بأول ولكن للأسف بعد ما الناس طبعا خسرت كثير من أعمالها خسرت كثير من أموالها الكورونا كثير غلثت على ناس كثير ذايقت ناس ولكن ألف الحمد لله إحنا إسا ما بعد بعد الكورونا رجعنا لحياتنا الطبيعية منطلع من روح من سافر من قيم من حط ألف الحمد لله أن فك القيود عن المجتمع العربي في قضية الكورونا والتقليل وإبعاد المعيار البنفسجي في البلاد أدى إلى أن تقوم الناس بالسفر وتنقل بشكل حر وبشكل جيد جدا هذا اندل على شيء إنما يدل على أن الناس كانت جدا مضغوطة عند وجود الكمامات والمعيار البنفسجي كانت هناك الكثير من القيود علينا كمعلمين كطلاب كأهالي في البلاد إلا أن الأمر في نهايته قد أجاد بإبعاد وحذف المعيار البنفسجي وإعطاء المجتمع ليعيش حياة عادية ويتأقلم في المجتمع الوضع القائم الآن يقضي رفع التقييدات بعد ملحاجة بعد اليوم بإظهار الشارة البنفسجية أو الخضراء أو حتى الفصل بين المتطاعمين وغير المتطاعمين حيث يمكن لأي شخص التنقل دون إظهار بطاقة التطعيم أو فحص كورونا سلبي في أماكن التجمهر العامة أو المجمعات التجارية سنة كثير صعبة وأنا بتصور أنه ساخنين بتعتمد كثير على المحلات التجارية وعلى المصالح الموجودة فيها وهذا إشي أثر كثير على البلد وحسينا هذا الإشي نحن متعودين على ساخنين دائما فيها ناس وفيها حركة كثيرة والإشي كان كثير صعب علينا كلاتنا ووجودنا بالبيت لكن القيود حسب رأي الشغل الوحيد اللي خايف مننا أنه عن جد ما فيش كثير التزام بالقيودات الناس ما بتلبس كثير كمامات الناس ما بتدير بالها كثير والخوف أنه الإشي عاود يرجع أخنا مرة بس أنا بتصور أنه إذا إحنا كانت عندنا مسؤولية والكافي أنه دير بالنا وهذا بتصور أنه من وقدر نطلعه وبلاش نرجع عن جد الفترة الصعبة اللي كناه لأنه فترة جدا صعبة وكلاتنا عانينا من هذا الإشي اللي كان الحياة الاجتماعية عم ترجع أول بأول بشكل تدريجي إلى طبيعتها الكورونا خلفت مخلفات صعبة جدا من ناحية سلوكية للطلاب من ناحية تعليمية فجو كبيرة فإحنا عم نشتر على الفجو السلوكية التربوية أولا ثم على التعليمية ثانيا فإحنا بعد تقريبا شهر من العودة التدريجية عم نشوف أنه في عودة إلى الحياة الطبيعية ونأمل أنه بداية السنة جاي تكون سنة طبيعية حياة طبيعية للطلاب ولكل المجتمع طلعي اليوم جنة احنا بجنة الصدق يعني أنا بقول قبل لأخ وقلت له إيشي طل له أنا اليوم طبعا يومت أنا مخلقت يومت الزفافي وطلت يوم بالنسبة لي آيوة نطلع لنا من كورونا احنا أحرار أنا بحكي لك عن نفسي سنة وشهرين أنا طبعا عندي هالسعوات بساطة وشهرين زي ويرونات أنا بساطة بساطة جديد وقفت سنة وشهرين ثلاثة صوري شو هون وعنديني شو تاني أنا ما طلعت شو من البيت أنا نمت سنة وشهرين على الرغم من رفع التقييدات الصارمة التي استمرت لأكثر من عام إلا أن وضع الكمامات في الأماكن العامة ما زال إلزاميا ويجب التقيد به ومن جهة أخرى تعود صالات الأفرح والمواصلات العامة للعمل دون أي قيد أو شرط قالت دائرة الإحصاء المركزية في تقرير لها إن عدد المحرومين من العمل في النصف الأول من شهر أيار المنصرم كان يلامس أربعمائة ألف شخص بنسبة نحو عشر بالمئة من القوة العاملة في البلاد بينما نسبة البطالة بموجبيس جلات سلطة التشغيل بلغت حالياً ستة فارزة سبعة بالمئة أي ما يزيد عن مائتي وخمسين ألف شخص ويذكر أن مع نهاية شهر حزيران الحالي ينتهي مفعول قانون البطالة المؤقت الذي تم إقراره لبواجهة أزمة الكورونا وتنتهي معه مخصصات البطالة الاستثنائية الواسعة وفي ذات السياق ترى مؤسسة التأمين أنه لا يمكن إبقاء عشرات آلاف الأشخاص من دون مدخول شهري بالحد الأدنى ولهذا تجري صياغة قانون مؤقت جديد يضمن استمرار دفع مخصصات البطالة اعتماداً على جيل المعطل عن العمل وحالته الاجتماعية ولكن يجب إقراره في الكنيسة قبل نهاية الشهر الجاري أقدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة صباح الثلاثاء على هدم مساكن أهالي قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب وتعتبر هذه المرة الثامنة والثمانين بعد المئة على التوالي التي يتم فيها هدم مساكن العراقيب منذ العام 2007 مطلع العام الجاري وذلك في محاولاتها المتكررة أمام رفض المواطنين لهجرة أراضيهم وتواصلت عمليات الهدم استناداً إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر قانون كيمينتس جزءاً منه بالإضافة إلى قانون الأراضي ورغم تجميد العمل بقانون كيمينتس الذي يسرع من عملية هدم المنازل العربية باشر أصحاب الحافلات التي تقل الطلاب من قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب إضرابهم المفتوح إذ امتنعوا عن نقل الطلاب من قريتهم إلى مدارسهم إلى أن يسدد مجلس القيسوم الأقليمي بدل السفريات منذ مطلع العام 2021 ومن جهته أشار مجلس القيسوم إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تحول الميزانيات الخاصة بالسفريات ما منع من تحويلها لأصحاب الحافلات وأشار الشيخ عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب أن الاعتراف بالقرى في النقب وبناء المؤسسات التعليمية في هذه القرى ينهي هذه المعاناة التي يعيشها طلابها يستمر طلاب وأهالي قرية أم الميلة في تصعيد نضالهم من خلال وقفات يومية احتجاجا على إغلاق مدخل القرية من شارع بيت كاما شوفال الذي يتم توسعته حاليا نظرا لوجوده ضمن الشوارع الحمراء الخطيرة في البلاد فيما يقول السكان أنهم استخدموا هذا المدخل نحو ستين عاما كون البنية التحتية للمدخل الذي يربطهم بمدينة رهط سيئة للغاية نحن موجودين هنا في القرية من قدام دولة إسرائيل وهذا المدخل الرئيسي إلى القرية القرية تعتمد على الزراعة وعلى التربية المواشية وعلى الألات الزراعية وفي عندنا اليوم حوالي 700 نسمة عدد سكان القرية في حوالي 470 طالب يطلعوا كل نهارة صوح من القرية هذه إلى رهط هذا المطلع تبعنا من رهط لما نطلع من هنا لنأخذ عشمال لرهط اليوم نتفيس رعيل ودميسكروا علينا الشارع اللي يطلع من هنا لازم يأخذ لا بيت كاما ويسوي برسام من بيت كاما ويرجع لرهط وخلال الوقفة الاحتجاجية قام الطلاب ودويهم بإغلاق الشارع 264 بموافقة الشرطة التي تواجدت في المكان وعملت على تنظيم حركة السير ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بتوفير طرق آمنة للقرية نحن معقول نظال صادق في أرجاء النقب والمددالة العربية نحن نعرف أن هذا النظال صادق جدا حيث كيفية الدخول إلى البيت وكيفية الوصول إلى المدرسة في هذه الحالات سيكون فيه خطر على الأولاد وعلى أهالي على جميع المشاركين الذين يدخلون للحارة والذين يخرجون من الحارة الحديث يدور حول تسكير إغلاق مدخل القرية الرئيسي اللي بربط في الشارع 264 احنا بنعاني يعني إذا الطلاب هذه القرية 470 طالب فما بالك قديش عدد الأهالي 470 طالب الصبح لما بيطلعوا على المدرسة أنت بتحكي على 10-11 باص 11 باص لما بدي أطلع حوالي محل ما يمشي ثلاث دقائق صفر ويوصل للمدرسة ودي يمشي ربع ساعة ثلث ساعة ويعمل برسة في رمزون من سابع المستحيلات باص طول 11-12 متر يسوي برسة في رمزون لأن الكيكار اللي اليوم موجود الدوار الموجود في بيت كماء مش راح يكون راح حطوا إشارة ضوئية محلة يؤكد المواطنون أن على المسؤولين عن الشارع الجديد أن يهتموا باحتياجات السكان وطالبوا بالتخطيط لإقامة إشارة ضوئية أو دوار على مدخل القرية وإلغاء التخطيط الجديد الذي يمنع الخروج باتجاه مدينة رهط ويجبر السكان إلى التوجه نحو الشمال ما يضر بطلاب المدارس والعمال الذين يغادرون القرية في ساعات الصباح الباكر حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مغبة تجاهل المجتمع الدولي لعمليات توسيع الاستيطان الاستعماري المتسارع في الأراضي الفلسطينية معتبرة وقف المشاريع الاستيطانية اختبار حقيقي لجدية واشنطن في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإرادة السلام الدولية وفي هذا السياق أدانت الوزارة تصعيد عدوان الاحتلال ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمود العلول إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني والتصدي للمخططات الإسرائيلية إضافة إلى بحث القضايا الحركية والوضع الداخلي فضلا عن الحراك السياسي العربي والدول اتجاه القضية الفلسطينية وشدد على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وملف المصالحة الوطنية والحوار الوطني وإعادة الإعمار لقطاع غزة مؤكدا أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن اشتركوا في القناة قياد قياد قياد